السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعد لأوقاتكم يا رب إخواني وأخواتي معكم أخوكم عمران من الثقافة الفرنسية بين العربية أول شي حاب أعرف عن نفسي أنا اسمي عمران شديد مقيم بفرنسا قطعة مشتغل بمطعم فرنسي طبعا المطعم سكر بسبب فيروس كورونا وإن شاء الله حيرجع مرة ثانية يفتح المطعم إن شاء الله وليح أرجع على شغلي بإذن الله طبعا أنا سميت قناة الثقافة الفرنسية بين العربية لأنه أنا بدي أحكي عن موضوع الثقافة الفرنسية وبعون العربية ببساطة لأنه عم بحكي باللغة العربية طبعا أخواني بالنسبة للثقافة الفرنسية لأحكي عن ثلاث أمور أول موضوع اللي أحكي عنه هو موضوع الدروس اللغة الفرنسية اللي احنا لزنا دروس باللغة الفرنسية الشغلة الثانية اللي أحكي عنه هي القوانين الفرنسية الشغلة التاتة اللي هحكي عنا اللي هي الطبخ الفرنسي والحلويات ما أنه يعني أنا كنت أشتغل بمطع الفرنسي فلحنزل حلويات فرنسية وحلويات إيطالية حلويات يعني ما في نقول المطبخ الأوروبي بشكل عام وإن شاء الله أنه يعجبكم الشي اللي حتشوفوا بإذن الله بتمنى هذا الشي لا تنسوا أن تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك على الفيديوهات اللي بتعجبكم وإذا بتحبوا تشاركوا قناتي مع رفعاتكم فهذا الشي لح تعتقدوا في أجر والسواب لأنه أنا معلوماتي اللي حنزلها كلها ياتا لح تكون بنية لأجر والسواب وصدقة جارية لأنه العلم صدقة جارية متل ما بتعرفوا بتعلم اللغة الفرنسية وبالنسبة للقوانين وهالأسس هاي كلها هاي بتفيد الناس فإذا بكون تفيدوا الناس وتفيدوا رفعاتكم شاركوا القناة الهدف مو أبدا أنه أني انشهر أو أني طلع مصاري أنا الحمد لله عم اشتغل ومن رضي عاش بتمنى لكم الصحة والخير وبتمنى التوفيق لكم وإلي وبدي أنه تنتبهوا على حالكم والسلام عليكم ونحتى الله وبركاته